صباح الخير رب تكمل على خير رب نفضل كده على طول أنا بس عايزة أبتدي أقول أنه ألف سلامة اتنين أصدقائي جيمي وواكمن الاتنين دول من فرقة سلالم أعتقد كلنا نعرف يعني الناس كتيرة تعرف فرقة سلالم اتصابوا مبارح وتضربوا وضرب عنيف في أحد الكمائن وباتوا ليلة كده مش ظريفة وتلفقت لهم شوية حاجات كده مش ظريفة أقول لهم حمد الله على سميتك وما طلعوا بس بقول لهم حمد الله على السلامة وأعتقد أنه ده مش هينفع يتكرر تاني وأي تلفيق مش يحصل مش هينفع يتكرر تاني وأعتقد أنه فيه ناس كتير هتبقى بتدعمكو يعني فحمد الله على سميتك أولا من العنف والضرب اللي انتوا شفتوه يعني أصبح طيب لا ما انزيت طبعا خيرا كل مشاهدينا وحلقة الخميس 9 فبراير 2012 ونهاية أسبوع هادية زي معايدة بتقول بس ناس كتير بتقول ده الهدوء الذي يسبق أرعى صفة وخوف من سبت الأسيان المدني والدعوة لإدراب عام ما بين مؤيد وما بين معارض وناس كثيرة بتبدي آراءها في الموضوع في الإعلام بشكل عام لكن أنا بس عايز أقف عند نقطة واحدة ياريت وإحنا بنتكلم بلاش نخون بعض وناس تقول دعوات الإدراب المغارضة لأن الإدراب حق يكفله الدستور لكل مواطن من حقه أنه يضرب ده من حقوق الدستورية والدستور لن يكفل شيء يدمر الدولة ده وجب التنويه عشان الحق خلونا نتكلم عن فقراتنا النهاردة هيكون فيها فقرة مخصوص طبعا نتكلم فيها عن كل الأخبار وهي الصحافة كالعادة هيكون معنا الصحفي أستاذ أحمد سبيل متولي الصحفي بجارية الأهرام هيكون معنا أيها سورة؟ كمان هيكون معنا النهاردة فقرة عن متابعة محاكمة مبارك العدلي وأعوان وكمان يمكن الفترة الأخيرة شهدت المحاكم أو جلسات كتير لرئيس محمد حسني مبارك الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأعوانه وحبيب العدلي هنتكلم النهاردة في الفقرة دي مع الأستاذ الصحفي مجد دربالة إيه كمان يا علي؟ بما أن فادي تتكلم عن العصيان المدني اللي الناس مصورة تسميه عصيان مدني ما عرفش لين في ناس كتير كل ما بي أستاذ العصيان ده ما هيودينا في دقيق يا سيدي دي حاجة تانية بس نفهم كده هنقض على جنب فأحنا النهاردة هنقض على جنب كده ونحاول نفهم أصلا ما هو العصيان وما هو العصيان المدني وإيه الفرق بين الإضراب العام والعصيان المدني وإذا كانت دي درجات في التظاهر السلمي وفي الاعتراض السلمي هنعرف تفاصيل أكتر من ضفنا اللي هشرفنا النهاردة في الستوديو دكتور محمد عبد الرقوف غنيم وهو مؤسس حركة التحرك الإيجابي إذا كنت معا أو ضد الإضراب العام أو العصيان المدني لو هو فعلا كده تعال نفهم مع بعض ونشوف معا ولا ضد كلنا على فكرة في ناس كتيرة ولا هي معا ولا هي ضد وهي لسه وقفة في النص وأنا من الناس دي اللي هو مش فاهم أروح فين حتى مستقبل اتحاد الكرة الوصرية يمكن فيه ناس كتير جدا فترة اللي فاتت الآن لأنه الكرة مش بس حاجة طرفهية ولكن هي صناعة الفترة الأخيرة بيقال أنه النشاط الفني أو النشاط الرياضي هيتوقف لمدة سنة هنتكلم في الموضوع ده مع ضفنة الأستاذ عمراء العيوبي هو ناقد الرياض حلو بقى نوقف رياضة بقى شوية لا أريد بس لا ينفعش على فكرة لا ينفعش لأنه زي ما بقول الرياضة دي صناعة يعني الناس كتير جدا بيشتغلوا على فكرة يا عيدة من أول على فكرة اللي بيقوم باهتمام غرفة الملابس لمدربين في الناشئين الناس كتير قوي هيكلوا يشربوا بنيم أو لازم يشتغلوا ده شغلة على فكرة عيدة أعتقد أنه من حقنا أنه الناس تمارس الرياضة ومن حقنا أنه تتأمن الموضوع ومن حقنا أنه الوضع يبقى آمن في بلدنا مش معنى أنه فيه حوادث بتحصل لأنه نوقف كل حاجة لو هم خوفونا يبقى مش هنعرف نعيش اللي هو الطرف التالت اللي هو الله هو الخفي بس في الآخر اتحاد الكورة عليه كلام كتير من زمان الفضل لعيدة عشان وقتنا بس يلا خلص وقتنا خلص اللي لازم نبتدي على طول فقرة الصحافة بس عايزة أكد نكون معنا المفكر دكتور مأمون فندي ودي هتبقى آخر فقرة معنا النهار ده خلقنا نبتدي بفقرة الصحافة يلا بينا توني